بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا المحور الرابع الذي بعنوان Torsion نبدأ هذا المحور بتقديم الأهداف العامة General Objectives نبدأ بالجزء الأول من المحاضرة الأولى في هذا المحور الأهداف الخاصة لهذه المحاضرة هي تقديم الشيرينج in Torsion في المجال الصناعي كثيرا ما نجد المشكلة التورشن هذه التي تسمى بالالتواء فمثال ذلك لما يكون معنا ترباين connected to generator الكنكشن ما بينهم هي شافت الشافت يستعمل للميكانيكال باور ترانزميشن هذا الشافت معرض إلى التورشن سبب التورشن هو إيش؟ هو العزم العمودي يكون معنا driven torque وresistant torque من الجهة الثانية يحدث ماذا؟ يحدث على هذا العمود ما يسمى بالالتواء أو تورشن هذا عمود ممسوك من جهة وfree من الجهة الثانية مصلط عليه تورك عزم في اتجاه محور الـ X هذا التورك عمودي على المقطع في البداية لما يكون معنا نقطة A مثلا جراء هذا التورك والتورشن الثرات تنتقل إلى النقطة B على المقطع الخارجي وعلى كل المقاطع هذا هو تنقل الثرات كل المقطع في تحول الثرات وبالتالي كل المقاطع تنزلق حقيقة تنزلق بعضها على بعض مثل ما نشوف على هذه الرسمة هنا لما يكون معنا مقطع هنا والمقطع هذا مثلا كل المقاطع تنزلق على بعضها فيحصل إيش؟ يحصل ما يسمى بـ الشير القص انزلاق دائري المقاطع كلها على بعض فيحصل الشير على النقطة الوسط على المحور مباشرة الذرة هنا لا تتحرك وبالتالي ليس هناك شير إذن هنا أو على هذا السوليد شافت بيكون معنا الشير سترس يساوي صفر ثم كل ما نروح في اتجاه السطح الخارجي السترس يصير أعلى إلى أن نصل إلى قيمة التو ماكسيموم ماكسيموم شير سترس على السطح الخارجي هذا التو ماكسيموم نفس الكلام في الهولو شافت هنا بيكون معنا التو ماكسيموم فالجهاد الأقصى يكون موجود على السطح الخارجي وهذا مفسر يعني حتى قبل البريك نلاحظ أنه الكراكس دائما وأبدا تبدأ على السطح الخارجي ترجمة نانسي قنقر